ان شاء الله موضوع بتاعنا هو جزء اين؟ جزء هنتكلم فيه عن الليمفاتيك دورينجج اوف ثوركس وجزء هنتكلم فيه عن الارجن اللي هو الاسبليم او التوحارة تمام؟ جزء الاول اللي هنبدأ به هو الليمفاتيك دورينج اوف ثوركس. انتم عندكم تلات محاضرات او تلات لبات واحدة ليمفاتيك دورينج اوف هيدا دينيك و اور لامد خدتوها ودي ثوركس والتالتة ان شاء الله هتبقى الأبدومن والبنفس واللور أول حاجة هنبدأ بيها الليمفاثيجي والثوراكس احنا بنقسم الثوراكس الجزئيين في جزء اسمه ثوراسيكوول وجزء اسمه ثوراسيكوول ثوراسيكوول اللي هي الول اللي يمنبرد اللي انا بتشاور عليه دي اسمها ثوراسيكوول الثوراسيكوول في عندي أنتيليورثوراسيكوول جزء اللي انا بشاور عليه الده ده إسمه وجزء اللي هو Scottieل transitioning الثراسك والل. اما الثراسك الكافاتي هو الايه? الثراسك اللي Pastey جواه, اللي فيه الأورجنس. الجواهه الثراسك. تمم? طيب فاحنا عندنا فيه Lempatic drainage للثراسك والل. وفيه Lempatic drain للثراسك الكافيتي. تمم؟ اول حاجه هابدأ بيها الثراسك والل. الثراسك والل يجي منها حاجتين. في haja اسمها superflujial lymphatics. في ايه حاجز اسمها deep lymphatics. superflujial lymphatics يعني sken. White skin بتاع الثراسك والل. deep lymphatics اللي هي اللي تحت الاسكالي. بتروح للأجزلاري لمفنودز. درستمتوا الأجزلاري لمفنودز وتقسيماتها في اللاب الأولاني. فانا بتروح بتروح دايرك تنين للأجزلاري لمفنودز. اما بتروح لتلاتة جروبز أوف لمفنودز. اول مرة هتسمعوا اسموهم الوحدي. اسموهم تلاتة جروبز دول. ناخد اسموهم بسرعة وبعد كده نمسك واحد واحد. اول جروب اسمها بارا سترنال لمفنودز. تالت جروب اسمها انتر كوستال لمفنودز. تالت جروب اسمها دا فرجماتيك لمفنودز. واضح كده من الاسم. ان بارا سترنال كلمة بارا يعني على الجناب على السايدز. فلما تقول بارا سترنال تبقى موجودة على جناب مين? السترنال. يبقى ما كان هنا في المنطقة دي. دي البارا سترنال لمفنودز. من اسمها كده. كلمة يعني ايه? ما بين الضلوع. تمام? فبالتالي هتبقى موجودة ما بين الضلوع. بس فوت بالك من حاجة. دي موجودة بين الضلوع مش من قدام هنا. بين الضلوع من ورا الجزء الخالفي. فبالتالي الجروب دي الافضلن انا سميها ايه? 구استيريور انترياستل ليمفنودز. اللي اتنين يمشوا. اللي يسميها انتركوستل ويسكت ويسكت. مفهوما? واليسميها افضل. استيريور انتركوستال ليمفنودز. تلات جروب اسمها ديةيفراجماتيك ليمفنودز. ديةيفراجماتيك ليمفنودز. ديةيفراجماتيك ليمفنودز تبقى اين Relation to Top Type of Diaphrams. ديايفراجماتيك ليمفنودز فبقي على جنابل سترنم. على جنابل سترنم هنا فيه ماشيني. يمكن اسميهم ما عدوا عليكم قبل كده اسمهم انترنال ثراسك ارترس. يبقى الليمفينوس دي برضو لانترنال ثراسك ارترس. فممكن نديها اسمي تاني يسميها ايه? يسميها انترنال ثراسك ليمفينوس. تمام? واضح كده التقسيمة المبدئية. يبقى انا عندي الليمفاتيكس بتاعت الثراسك قول. الديب بتروح لثلاثة جروبز اللي هما مين? بارا سترنال او انترنال ثراسك ادي اول جروب. الجروب التانية انتركوستل او بنسميها بوستيريور انتركوستل. الجروب التالت اسميها ايه? ده يا فرجماتيك ليمفينوس. تمام? هبدأ بقى بأول جروب في الثلاثة جروب. اول جروب اسمها زي ما اتفقنا بارا سترنال ليمفينوس. اي جروب ليمفينوس بنكتلم فيها عن ثلاث نقطة. اول مكان اول نقطة السايت. اول تاني نقطة الافرنت بيجي لها افرنت منين? تالت حاجة الافرنت. بتطلع الافرنت بتاعها لمين? انتو فاهمين يعني ايه? افرنت وافرنت. ده يا راستو كدم دوت في الايف اللاب الاولان. اول حاجة عندنا السايت. بالنسبة للبارا سترنال ليمفينوس ادي قدامنا صورة بتباين السترنم. ادي السترنم اهو. واعلى جناب السترنم اللي باللون الاخدر دي هتبقى مين? البارا سترنال ليمفينوتس يمين وشمال. تمام? طيب. تعال كده اعديلي الضلوعة. الضلع ده رقم كام? واحد. ده مش واحد. مكان الحفرة دي في السترنم ابدلع رقم واحد موجود في المنطقة دي. يبقى ده ابدلع رقم اتنين. وده رقم ثلاثة. اللي موجودة ما بينه الضلع دي بسميها ايه? الانتركوستال اسباس. الانتركوستال اسباس بيتسمى ازاي? بيترقم ازاي? برقم الضلع اللي فوقيه ولا اللي تحتين? اللي فوقيه. تمام? يبقى انا لو رسمت هنا في المنطقة دي قاعدة الضلع الاول يبقى الاسباس دي هتبقى رقم واحد. ودي رقم اتنين. ونكمل تلاتة اربعة خمسة ستة. بص كده في الصورة على البارا سترنال اهي من اول هنا لغاية هنا. يبقى مكانها في الاسباس رقم كام? من واحد لستة. يبقى البارا سترنال موجودة في الانتركوستال اسباس من قدام على السايتس اف دا سترنم في الاول ستة اسباس. تمام? مين الارتري اللي انا هتسمه الوقت في المنطقة دي. ومن هنا جاءت التسمية التانية بتاعتها ان هي انترنت سراسك. تمام? ادي اول نقطة. النقطة التانية زي درين. زي درين يعني ايه? يعني جاي لها افرينت منين. طب دي بيجالها افرينت منين. احنا كل دا بنتكلم تحت عنوان يبقى بيجالها او افرينت منين من السراسكوستال. من السوبارفيشيال ولا الديب بارتس اف ثراسكوستال زي ما اتفقنا. من الديب بارتس اف ثراسكوستال من قدامي. زائد نزود حاجة تانية. مين الارجان اللي انا هرسمه في المنطقة دي? في المنظر دا. لا. الارجان مدور. دا البرست. تمام? هاجي هنا على البرست هقسمه كده بالطول نصين. النص دا هيبقى ميديل والنص دا هيبقى? لاترب. يبقى الجزء الاقرب. للليمفي نوز دي هيبقى مين? ميديل ولا لاترب? ميديل. يبقى البارسترن الليمفي نوز بيجي لها افرينت او تعمل ديرينجي المين كمان? للميديال هاف او الميديال سايد اوف دا بريست. تمام? يبقى دا الافرينت بتاحها. طيب الافرينت بتاحها هيطلع لمن? بص كده احفظ معي الوقتي هتحلم الكلمة دي كمان شوية. الافرينت بتاحها هي خلاص استقبالي.حتطلع لمن? متطلع لحاجة اسمها برونكو ميديا ساينال Неبيل ايه برونكو ميديا ساينالroneفترنك? فكرة كده سريعة في الاول. دي القنبوبة اللي هتجمعلي الليمف بتاع السوركس كله. يعني في النهاية كل اللينف اللي جلمتس حيتجمع في القنبوبة دي. اسمها ايه? اسمها برونكو ميديا ساينالねبيل يبقى دي اول جروب اللي هي يمين. هات الجروب التانية اسمها ايه? انتركوستل لينفينوتز. ادي الضلوع هي. هي دي الانتركوستل لينفينوتز اللي باللون الاخمر ايه? يمين وشمالي. مين اللي في النص ده? ده يعني هي موجودة على هناب العمود الفقري. خدت بدك ان انا في الصورة دي قصيت الضلوع من قدامه شدتها عشان اكشف اللينفينوتز دي. لانها موجودة وارا بس زي ما اتفقنا. فعشان كده اسمها ايه? ده ما كانها. طيب نفس النقط برضو. بيجي لها افرنت منين? ويطلع منها افرنت المين? الافرنت اللي بيجي لها منين بقى? احنا العنوان بتاعنا ايه? سوراسي كول مازالنا. صح ولا لا? سوبرفيشيال ولا دي بارتي? دي بيجي لها من دي بارتي بس من وارا. الجزء الخالفي. طب الجزء الامامي كان بيروح مين? بارسترنل. تمام? ده الافرنت بتاعها. ونقف. قمال هنا في البرسترنل كنا بنزود مين? دي بعيدة عن البرست. يبقى ملاش علاقة بيه. يبقى هنا كان فيه افرنت من حاجتين. هنا افرنت من حاجة واحدة. طيب الافرنت بتاعها هيطلع لمين? بصلي بقى عشان تفهم الافرنت بتاع دي. وارا هنا هوت. انا الوقتي في السوراسي كول من وارا. فيه امبوبة هنا لهم هاخدر. لازق على الفرتبرال كلا من وارا هي. الامبوبة اللي وارا دي اسمها السوراسيك ضاكت. سوراسيك ضاكت. طيب دي ناحية الشمال السوراسيك ضاكت. ناحية اليمين هنا بس مش باينة في الصورة. بيبقى فيه امبوبة بتقدي نفس وظيفة السوراسيك ضاكت. بس السوراسيك ضاكتة طويلة. انما الامبوبة اللي موجودة لحيط اللي مين دي قصيارة طولها سنتي. هي دي بس اللي انا رسمي. اسم الانبوبة دي ايه? رايت ليمفاتيك داكت. رايت ليمفاتيك داكت. يقوم بقى انا عندي دلوقتي البستيليور انتركوستا ليمفينوتز دي. عايزة برضو تصب في النهاية في مين? في البرونكوميديا سباينال ليمفترانك. طب تقول لك لا. ده البرونكوميديا سباينال ليمفترانك ده بعيد عني. مش هصب فيه. هم المين اللي قريب مني هنا ورا? يقومونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونون لينفنودز. فبالديافراجماتك لينفنودز من اسمها. تبقى اين ريليشن تو ايه? ان ريليشن تو ديافرام. تعال كده ندرس شكل الديافرام عامل ازاي? بكرة سريعة. بص على الصورة دي. ادي الديافرام. تمام? وقادي السوركس كوب الديافرام. وقادي الضوضوع. وقادي الاستيرما. وقادي المنطقة اللي تحت الديافرام يبقى دوة الابد منه. البطن. بص الديافرام. السيرفز دي اسميه? والسيرفز اللي تحت ده. يبقى الابر سيرفز ده تبع الثوركس ولا الابد منه? تبع الثوركس. طب انا الوقت يبقى تكلم عن جروب اسمها ديافراجماتك لينفنودز تبع الثوركس. يبقى هتبقى موجودة على اين سيرفز في الديافرام. عالابر سيرفز في المنطقة دي. بص كده هتلاقي هنا في عصب لونه اصفر. اهو. جاي من فوق ونزل للديافرام. واحد زيه الناحية التانية. واحد يمين والتاني شمال. يده للديافرام. اسموه مين نيرفين دول? اسموه فرينك نيرفز. فرينك. كلمة فرينك يعني ديافرام. تمام? طيب. بص الصورة دي هي نفس الصورة دي بس انا ميلتها لقدام شوية. عشان يبقى عندي مين دوت? الفرينك نيرفز هو داخل على الديافرام. مين العظمة دي? بص كده في اخر لستيرنم من تحت. اخر جزء في لستيرنم بارز من تحت ده اسمو ايه? اسمو زيفويد بروسس. زيفويد بروسس. تمام? طيب. جميل جدا. دلوقت انا هاجف الصورة دي. الصورة دي مانزرة قلوي للديافرام. ده الديافرام من فوق الابر سيرفز. هتلاقي هنا فيه لومها اخضر اهي. دي ودي ودي ودي. كل دول على بعض هما اللي اسموهم ديافراجماتيك لينف نوتز. يبقى لو حبيت توصف الديافراجماتيك لينف نوتز من حيث السايت هتقول ايه? السايت مهم جدا. والموجودة على الابر سيرفز اوف ديافرام. بس ناخد بالنا بالنقطة مهمة ان الديافراجماتيك لينف نوتز رغم ان هي كلها مجموعة واحدة. لكن بتتقسم لاربعة سب جروبز. اربع مجموعات فرعيزة. ادي مجموعة اتنين تلاتة اربعة. واحدة قدام واحدة وراء اتنين عالجانب يمين وشمال زي بعض. اللي قدام دي اسمها انتيليور جروب. اللي وراء دي اسمها بوستيليور جروب. اللي عالجانب اسموهم لاترال جروب زرايج اند ليفت. تمام? طيب بالعقل كده. تفتكر الانتيليور جروب دي مكانها فين? عالصورة دي. مكانها هنا. طب البوز ده كان اسمه ايه? يبقى الانتيليور جروب دي just behind the void process. طب البوستيليور جروب واضح ان هي لازقف مين? مين ده? الفرتبرال كولم. يبقى البوستيليور جروب هتبقى هنا عند الايه? الفرتبرال كولم. طب الليترال جروب دي هتبقى موجودة فين? على الجناب. مين العصابين دول? الفرينيك نيرف. الليترال جروب زي تبقى هنا. جنب الفرينيك نيرف. يبقى دي الديافراجماتيك لنف نود مكانهم العمومي عالديافرام وكل لصاب جروب منهم مكانها فين بالزبط عالديافرام. تمام? طب نيجي بقى مبص الافرنت والافرنت بتاعهم. اول حاجة الافرنت هيجيلهم منين؟ هو ينفعني يبقى اسموهم ديافراجماتيك لنف نود وما يخلوش من الديافرام؟ يبقى ده اولان اهو ده الاهم. هجيلهم منين من الديافران من من اجزاء الديافرام المختلفة. طب منين تاني؟ في حاجة اضافية هتجي لهم. تحت الديافرام هنا في البطن فيه اورجن هنا ناحية اليمين. مين الاورجن ده؟ الليفر. الليفر كمعلومات عامة انتو دارسين قبل كده؟ او يعني سمعتوا انه مكون من كام فص؟ اتنين. اسمهم ايه؟ Right and Left. فايه رايك بقى اني فيه جزء من الright loop يعني جزء من الفص اليمين بيعمل اليمفاتيك ديرينج يطلع هنا المين؟ للديافراجماتيك ليمفينوتز. يبقى الديافراجماتيك ليمفينوتز الافرنت منين من الديافرام وجزء من الright loop of the liver. طب الافرنت بتاحهم هيطلع لمين؟ بص بقى معلش اسمع الكلمة الوقتي وهنفهمها كمان شوية. الديافراجماتيك ليمفينوتز الافرنت بتاحهم هيطلع لمجموعة اسمها بستيريور مدياستينا الليمفي نوتز. وهيطلع كمان لمجموعة تانية او لحاجة تانية اسمها ايه? برونكومدياستينا ليمط ترانك. فاكرينه ده؟ قلنا متشوية. قلنا لانبوبة اللي بتجمه الليمف تاع الصورجس يبقى الديافراجماتيك ليمفينوتز. يبقى الديافراجماتيك ليم求ز ما اذمها هيروح لت بستيريور مدياستيينا جميل. احنا العنوان بتاعنا كل ده بنتكلم عن ايه يا شباب العنوان الاساسي. صراسك وال. سوبر فش هاد وقلنا فيها كلمة واحدة بس. بتروح للأجزيلة للمف نودز. دي بلمفاتيكس وقلنا بتروح لدلاتة جروبز واتكلمنا عليه. طب المفروض الوقتي نتكلم عن ايه بقى? لمفاتيك درينجي اوف مين? كده الوال خلصة. بقى ندخل في مين? للمفاتيك درينجي اوف صراس الكابيتي. اللي هي الارجنز اللي جوه الصورتز. زي اللانج وزي الهارت وزي الاوسوفيجاس والتراكية. كل الحاجات دي. تمام? طيب. زي ما ابتدينا هناك بسلايف كده اسامي الليمف نودز. وبعد كده فصصناهم. اديني هنا الاسامي. الليمف نودز اللي بتاخد من الصراس الكابيتي. كم جروب? تلاتة جروبز. جروب اسمها جروب اسمها جروب اسمها بوستيل يورميديا ستاينال. اسمين عكس بعضهم? انتيريور وبوستيل يورميديا ستاينال. وبجروب التالتة اسمها ايه? تراكيو برونكيال ليمف نودز. بس معلش. الانتيريور ميديا ستاينال جروب لها اسمي تاني. بريكيو ستاينال. خد بالك لما تلاقي حاجة لها اسمين لازم تحفظ الاسمين. ليه? لان وارد ان انا في الامس كيو اسألك باي اسم من الاتنين. ممكن اقول لك ري جاردنج انتيريور ميديا ستاينال ليمف نودز وحط لك سؤال. او اقول لك ري جاردنج بريكيو ستاينف نودز وحط نفس السؤال. فلازم يبقى مألوف بالنسبالك او انت حافظ الاسمين. عشان بقى ابتدى اتكلم عن كل جروب من دي بالتفصيل. لازم الاول اخد فكرة سريعة عن الصورة دي. انا بقى في حاجة اسمها انتيريور ميديا ستاينال لو حاجة اسمها بستيريور ميديا ستاينال. يبقى مبدئيا لازم ابقى فاهم يعني ايه ميديا ستاينال. ايه بقى الميديا ستاينال ده? انا عمدي في السوركس. لانجينين ولانجشمالي. ما بين التولانجز في النص في سبيس في مساحة. المساحة دي مش فاضية طبعا مليانة. اهم حاجة في المساحة اللي في النص دي ايه? الهارت. ومسك في الهارت البلوك فيزلس الكبيرة. زي الاورتة. زي الانفيريور فينا كيفا. زي السبيرو فينا كيفا. فالسبيسل اللي في النص ما بين اللانجز دي اسمها ايه? ميديا ستاين. تمام? هاجة في الصورة دي. ده منظر جانبي للسوركس. بصص على السوركس من عالجانب. مين اللي قدام ده? السيرنا. والجزء اللي في الاخر ده اسمه ايه? زيفويت بروساسي. شايف الجزء اللي فوق ده? يعني نهاية السيرنا باسمه زيفويت بروساسي. لكن بداية الاستيرنا من فوق ده احفظ الاسم اسمه مانوبريم. مانوبريم. معلش احفظ الاسم. مانوبريم. تمام? طيب جميل قوي. قمال مين اللي ورا دي? الفرتبرا الكونة. طب انا الوقتي جوا السوركس. يبقى الفقرات دي اسمها ايه? سوراسيك فيرتبري. سوراسيك فيرتبري. تمام? طب مين الارجان اللي تحت ده? ديافران. يبقى الفراغ اللي تحت ده هيبقى الابدومن. يبقى اللي فوق دوت هو الايه? السوركس. يبقى انا لو طلعت فوق كده يبقى انا داخل على مين? على النك. ادي السوركس ما بين النك والابدومن. تمام? طب انا بصص من عالجانب. ليه مش شايف اللنج? اللنج مش باينة في السورة. شلتها. طب لما شلت اللنج يبقى التركيبة اللي قدامنا دي على بعضها اسمها ايه اتفقنا? اسمية ستاينم. هتباين فيه اهم اللي هو مين ده? اللي هو الهارد. تمام كده? خد بالك من حاجة بقى انا هعملها الوقتي. هاجي هنا ارسم خط اسود منقط. الخط ده في الحقيقة مش موجود. ده خط تخيله. هيعمل لي ايه? هيقسمي الميدياستاينام ده الجزئين? جزء لونه احمر فوق الخط. والجزء الكبير ده داخل الخط. يبقى الجزء اللي فوق الخط ده هسميه السوبيريور ميدياستاينام. صح الكلام كده? يبقى الجزء ده كلده على بعضه هسميه ايه? انفيليور ميدياستاينام. تمام? بس انا مش هكتفي بكده بس هعمل ايه? هقوم جاي لنا هو تعالى الانفيليور ميدياستاينام ده هقسمه. هارسم كده خط على الهارد من قدام. وارسم كده خط على الهارد من وره. تمام? احنا اتفقنا كل ده على بعض اسمه انفيليور ميدياستايل الجزء اللي قدام الهارت اللي لونه ازرق في الصورة اسمه انتيريور ميدياستايل ورا الستيرل الهارت نفسه اسمه ميدل ميدياستايل الجزء اللي ورا الهارت ده اسمه بستيريور ميدياستايل يبقى تاني الميدياستايل مقسوم لكم جزء اتنين اساسيين اسمهم ايه سببيريور اند انفيريور الانفيريور مقسوم لثلاثة اجزاء واحد قدام الهارت اسمه ايه agogى السباب طرع ركز الهده في السباب السباب الجزء الأرجة ماذا تدخل الميدياستينام ده فراغ يا روكتور. ده فراغ. ده مش ده اسم مادة محسوس. لما اقولك مثلا ده سوبريور الميدياستينام ده الفراغ اللي هنا اللي بيحتون مثلا على الاورتة. ده اسم المنطقة طبعا. اه اسم المنطقة بس تمام. طبعا. ركز لي هنا على السوبريور ميدياستينام. ده لنا عايزه بقى في الايه؟ في الاسلائد الجاي هعمل ايه؟ ابتدي اتكلم عن اول الجروب من الليمه نود الثلاثة اللي عندي بتاع السراس الكبرى. كان اسمها إيه الجروب دي؟ كان اسمها انتيريور ميدياستاينا الجروب وكنت بسميه اسمي تاني بسميها بريكيوسي فالك لم في نودث. بص كدا معي. ادرس معي التركيبة الزارقه دي. الفينست d. الورجن اللي تحت هنا هو الهارت. يبقى الفين اللي داخل في الهارت ده هو السوببيبيور فيناكيرا الوريد الاجوى في العلم. بصوا كده الوريد الاجه في العلو ده بيتكون ازاي؟ بيتكون من اتحاد two veins. ادي vein و ادي vein التاني. اسموهم انتو veins دول. اسموهم brachycephalic veins. ليه اسموهم brachycephalic? يعني ايه كلمة brachycephalic? يعني دراع. يعني سفالك يعني راس. طب ليه الفن ده اسمه brachycephalic vein? brachycephalic vein. عشان مكون من اتحاد الفن ده مع الفن ده. الفن ده جاي من الoverlamp يعني من الدراع. اسموه subcalivian vein. والفن التاني ده جاي من فوق هنا من الرقبة. اسمو internal jugular vein. يبقتو veins دول. من الدراع والراس فيعملولي brachycephalic vein. brachycephalic vein مع brachycephalic vein يعملولي subperior vein. تمام؟ طيب. الجروب بقى اللي انا بتكلم عليها دلوقتي اللي هي anterior mediastinal lymph nodes. هي اللي محطوط حواليها الدايرة الحامرة دي. شايفنا؟ دي. دي الانتيريور mediastinal lymph nodes. تمام؟ يبقى مكانها فين؟ الصيت مهم. مكانها عند brachycephalic veins. عشان كده اسمها brachycephalic group. طب سؤال. الحتة دي بقى بتاخدها. هي اسمها anterior mediastinal lymph nodes. تبقى موجودة في الاني ميدياستينام اللي خدناهم. مش في الانتيريور بقى ميدياستينام. في السوبيريور. بدليل ايه؟ مش ده الستيرنام؟ ودي اللي هي اللي بتسميها منوبريم الجزء الفؤاني. الجروب دي موجودة ورا المانوبريم. واحنا في الصورة اللي فاتت. شفنا وخدنا هنا بدنا ان طالما انا ورا المانوبريم . يبقى ده ميدياستينام. يبقى المانو اتيور ميدياستينام. طب ازاي هي اسمها مرغم انها في الاسوبيريور ميدياستينام؟ ام؟ هو يقصد هنا بكمة انتيريور ان هي موجودة في الانتيور بارت اوف ثوراس. مش فالبصون لكنها فعلا فين؟ فالسوبيريور ميدياستينام. تمام؟ طيب. ادي اول نقطة اللي هو مكان الجروب دي فين. طب ايه النقطة التانية والتالتة اللي متعودين دايما نقولهم? وافرنت. بيجيلها افرنت منين دي? قال لك الله بص مش هي تحتيها هنا هو الهارت موجود في المنطقة دي. والهارت موجود جوا كيس اسمه بريكارديام. يبقى هي اقرب واحدة للهارت. يبقى هيجيلها افرنت من الهارت والبريكارديام. ادي اول حاجة. طب الحاجة التانية. تحتيها هنا في غدة. وفي هنا في غدة في الرقبة. والغدتين بيبتدوا بحرف التين. الغدة اللي فوق هنا اللي هي الثيرويد جلاند الغدة الدركية. والغدة اللي تحت هنا اسمها سايمس جلاند. يسموها بالعربية الغدة التيموسية. يبقى التو جلاندس دول يصبوا فيها. دي تنزل لتحت ودي تطلع لفوق. يبقى بيجيلها افرنت كمان منين? من السايمس عند سيرويد جلاند. ده الافرنت بتاعت الدروب دي. طب الافرنت بتاعتها هتطلع لمين? كل ما نتزلن ومقايلين دي. الافرنت هيروح لمين? لغاية ما كمان شوية نفهم ايه. طب تعالي على الصورة دي. اه. انت الكيب اللي قدامنا دي. قالي الهارتة هو. وقالي السوبير يوربينة كيف امسك في الهارتة هو. يبقى دول الاتنين بريكيوسي فالك فيلز. حتى كل بريكيوسي فالك بينهم مكون من اتحاد اتنين. اللي هم مين? صبت ليبيان مع الانترنال جاجلر. يبقى انا لو جات لك في صورة زي دي وشاورت لك اعلم في نوت دي. او دي. لازقين في بريكيوسي فالك بيني. يبقى مين دول? انتي دور ميدياستاينل او بريكيوسي فالك. خد بالك. ابتحان العملي بتاعنا في البلوك كده في الاناتوم. في المحاضرة دي مسلا كمثال. بيجي حاجتين. يا اما اجيب لك صورة. يا اما اجيب لك عينة. عينة زي مين? زي ارجان كبير تقدر تمسكه زي ده. ده اجيب لك العينة. لكن اجيبها لك ازاي في عينة? صعب انها تتمسك. فاجيبها لك ايه? صورة. فهرون جاي لك مسلا في صورة زي دي اش هقول لك بساهمة على دي واقول لك ايضانتفاي ده سؤال واقول لك مسلا او اخد بالك. مش لازم الامتحان العملي يجي لك نفس الصورة اللي انا حطيتها في المحاضرة. لو جات نفس الصورة خلاص كويس خير وباركا. بس ممكن اجيب لك صورة من بره. فانت ما تحفظ ليش سكت شكل الصورة? اه ده الصورة دي انا حافزتها كده بشكلها يبقى دي انتيروميدياستايل. لا. ممكن اجيب واحدة تاني. من اطلس تاني. من زاوية تاني. وما بتعمل ايه? احفظ اناتوم. افهم اناتوم. انت عارف الانتيروميدياستايلة معند يبقى انا لو جبت لك صورة تانية شكل كده يبقى انت برضو فاهم ان دي فاهمين قصد ايه? انت ما تحفظ اه احفظ صورة المحاضرة وافهم الفكرة بحيس لو جات لك اي صورة منبرة تفهم انا قصدي انا طيب. ادي مسلا المسال الصورة دي ما فيهاش معلومات جديدة. انا مسلا عايز اقول لك ان ده صورة تانية بشكل تاني برضو ادي الاتنين باركيوسيفاليك لانز. غير الصورة اللي فاتت يبقى دي برضو ايه? باركيوسيفاليكonenوتز. تمام? طيب. نرجع بقى الموضوع الاساسي. انا كان عندي كم جروب في لامفنوتز اعايز اقول لهم? اه. تلاتة قلت واحدة يبقى فاضل اتنين. اللي فاتت انتيرول ميدياستاينال. يبقى اللي جاي ايه? اوستيروليوميدياستايل لامفنوتز. هكذا موجودة فين بقى الوستيرول ميدياستايل اللامفنوتز هنا في الصورة صرفقك لاwangه مهام اسمها بستيريوميدياستينا المwegen فين هنا البستيريوميدياستينا standpoint ايه اهم حاجه هنا قدامك ده đi مين الارتر اللي طالع من الهارت وعمل كير في ده. بعد كده هيكمل. يبقى مين اللي نازل لتحت ده هسميه ايه? مين الانبوبة اللي فوق المضلعة دي اللي بيدخل منها الهواء? افتراكية. يبقى مين الانبوبة الحمرة اللي وراها اللي بنبلع الاكل بيها? يبقى هكمل كده الاوسوفيجس لتحت. يبقى دي تكملة الاوسوفيجس. يبقى اهم محتويات البوستيريوميدياستينا محكتين. ايه هم? بانين في الصورة. صح الكلام? طيب. هاجي بقى في الصورة دي هعمل ايه? اكني باصس من قدام على صورة اورتة والاوسوفيجس وشلت الارت. يبقى انا كده باصس من قدام. الارت تشال. يبقى دي صورة اورتة وقالي الاوسوفيجس. فين بقى البوستيريوميدياستينا ليم في نوت زي هنا هي مش مرسومة. اقامل شوية نقط هنا. يبقى هادي البوستيريوميدياستينا ليم في نوتز. يبقى اول حاجة الصيد بتاعها موجود فين? في البوستيريوميدياستينا. ان الريلاشن تو مين? اوسوفيجس ان دي ديسسندي من الثوراسيك اورتة. ده الصيد. تمام? طيب. طيب زي يدرين ايه بقى? ايه الافرنت بتاعهم? هيجيهم افرنت ان ايه? هواي صح ان هم يجبوا موجودين هنا من غير ما ياخدوا من اوسوفيجس والاورتة? اكيد لا طب. يبقى هياخدوا من الاثنين دول. للسن من بصراسة اورتة واوسوفيجس. وهياخدوا من ين كمان? مش ده دي افرنت? اهو. يبقى هياخدوا من الليمفينوتز اللي فوق الدي افرنت اللي خدناها من شوية. اللي هي كانت مين? دي افرنتيك ليمفينوتز? حتى لو تفتكر وانا بقول دي افرنتيك ليمفينوتز. قلت معظم الليمفاتيك بتاعها بيروح افرنت المين? بيروح للبستيريوم اليمفينوتز. يبقى الكلام كده صح. تمام? اه دي ايه? الافرنت بتاعها. طب اي الافرنت? هيطلعوا افرنت المين? هل هيطلعوا لي افرنت للبرونكوميدياستايلاليمفوترنك? لا. ليه? لانهم وراء. لازقين في السوركس من وراء. نفس فكرة تفاكرين البستيريوميدياستايلاليمفينوتز? لما بقى وراء كده مين اللي قرائب مني اكتر? الانبوبة الخضرة دي. اللي هي مين? يقوموا داخلين عالصراسك داكت. فين هنا الصراسك داكت في الصورة دي? مش باينة. ليه? باستخبية وراء الاوسوفيجاس والاورطة. هنا في الصورة دي انا شلت الاوسوفيجاس والاورطة فكشفت الصراسك داكت. فدي دايركت هتودي الافرنت التاحة المين? للصراسك داكت. تمام? فضل لي كده كان جروب عشان اخلص. جروب واحدة اللي هي تراكيو برونكياليمفينونز. الصورة دي ما تلمينيش قوي. دي انتو خلاص فينمتوها. انا جايب دي بس عشان اوريك ايه? احنا في اللي فاتة تتكلمنا عن هنا جايب صورة مختلفة خاص. دي فكرة بقى ان انت ايقلت لك افهم? اناتومي ما تحفظ صورة. انت بقى للبروب الاخيرة اتفعنا اسمها تراكيو برونكياليمفينونز. ومن اسمها كده تراكيو برونكيال يعني ايه? يعني تراكية وبرونكاي. يعني ايه تراكية? قصب الهوائية اللي نازلة كده. يعني ايه برونكاي? بتتقسم في الاخر الاتنين. اتنين برونكاي. تمام? تعال هنا في الصورة دي. ادي تراكية. وادي الاتنين برونكاي. كل برونكاس من دول بتدخل في لنج. ادي لنج يمين و ادي لنج شمال. تمام? خد بالك من حاجة كل لنج من دول بتبقى موجودة جوا كيس. اسمه ايه الكيس بتاع لنج? اسمه بلورة اللي هو البشاء البلوري. تمام? طيب جميل. يبقى المفترض ان الليمفينونز الكتيرة قوي اللي اللون هو افضر دي. هيبقى اسمها تراكيو برونكيا الليمفينونز. لان هي رليتت للتراكية والبرونكالي. بص جوا اللونج نفسها. هتلاقي في جوها التشو بتاع اللونج. يبقى دي برضو اسمها ايه? تراكيو برونكيا الليمفينونز. هتقول لي ليه? ما هي بعيدة عن تراكيو والبرونكالي. اقول لك لا. البرونكاس دي جوا اللونج بتتقسم لكزا برونكاس. وكل واحدة هتتقسم تاني. يعني البرونكيا التري دي مكملة في كل نسيج اللونج. فيبقى بالتالي اي لينفينوت جوه اللان ده هي ريليتك برضو للبرونكوية بقى تبع نفس الجروب اللي هي مين? تراكيو برونكيا لينفينوتز. فاكرين لما اتكلمت عن الديافراجماتيك لينفينوتز? قلت هي كلها جروب واحدة بس مقسومة لايه? الاربعة ساب جروبز. هنا برضو تراكيو برونكيا لينفينوتز دي كلها تعتبر جروب واحدة بس هنقسمها المرة دي خمسة ساب جروبز. خمس مجموعات تحتية. ايه هم الخمس مجموعات. بصوا كده ادي اول مجموع. على جناب التراكية. ايه رأيكم سمي دي ايه? بارا تراكية. بارا يعني عالصايتز. خل هنزل تحت هنا. بص التراكية بتعمل ايه? بتتقسم. اللي المقسم ده بسميه ايه? بسميه بالانجليزي باي فوركيشن. باي فوركيشن اف تراكية. طب ايه رأيك نمسك الجروب دي بتاعة اللينفينوتز بص دي ودي. اللي عالجناب دول على جناب التراكية بس فين? فوق العطول. ايه رأيك نسمي دي ايه? اسميها سوبيليور تراكيو برونكيا ليمفينوتز. سوبيليور تراكيو برونكيا يعني هو نفس الاسم الاساسي. بس ازودت عليه بس كلمة ايه سوبيليور. يبقى دي اسمها سوبيليور تراكيو برونكيا ليمفينوتز. طب ايه رأيك تجي تحت البيفوركيشن وباشاور على دي. بعد ما تقسمت خلاص. تحتيها على طول اشاور على دي. يبقى دي اسمها ايه? تحت الزاوية دي على طول. تمام? ايه رأيك كده كم جروب انا قلتها? ادي واحد? ادي اتنين? ادي تلاتة. وانا عمدي خمسة فاضل اتنين. ايه رأيك اجي هنا في المنطقة دي واشاور على دي واعتبارها الجروب رقم اربعة. طب دي هسميها ايه? هسميها برونكو بلموناري لينف نولز. برونكو يعني برونكاس بلموناري يعني لنج. هي ما بين البرونكاس والنج. طب بص بقى المنطقة دي المشتركة ما بين البرونكاس واللنج مش بس بيدخلها البرونكاس. دي بيدخل منها ارترز وبيطلع منها بينز. طب انت عارف الفكرة بتاعت المنطقة اللي بيدخل فيها الارترز والبنز في اي ارجان. بنسميها ايه? хايلر. يبقى نقدر نسمي المنطقة دي حايلروا في زلاونج. يبقى قدر اسمي الجروب دي برضو هايلر ليم فنودز. يبقى هي اسمها يا ام برونكو بلموناري لمفينوتز يقيمة ايه؟ هايلر للمفينوز عشان موجودة عند الغيلة مفصى لنج طب فين الجروب الخامسة الجروب الخامسة اللي هما جوه اللنج بقى كل دول دول هسميهم ايه؟ بلموناري لمفينوتز لانهم في قلب نسيج اللمك يبقى انا الجروب الاساسية بتاعت اسمها ايه؟ تراكيو برونكيا للمفينوتز مقسومة الكامسة بجروب خامسة هاخدهم من فوق التاع مين دول؟ بارا تراكياء للمفينوتز مين اللي فوق الزاوية دي؟ سوبيليورتراكييو برونكيا للمفينوتز مين اللي تحتيها على طول؟ انفيليورتراكيو برونكيا للمفينوتز مين اللي عند الغيلام دي؟ برونكو بلموناري أو هيلر للمفينوتز مين اللي جوه اللانج دي؟ بلموناري للمفينوتز تمام؟ كل ده في healthcare احنا بنتكلم عن الاساني والاماكن يبقى كل ده عنوان الايه؟ السايد يبقى عايزين في اللي بعدها هنتكلم عن ايه؟ افرنت وافرنت طب قبل ما نقلع لسلايب تفتكر الافرنت بتاع البروك دي هيجي من اين اكيد? من كل يعني هيجي من اللنج هيجي من التراكية هيجي من البرونقال بس ما ننساش حاجة. هي اللنجة حواليها كيس اتفقنا اسمه ايه? اسمه البلورة. يبقى هيجيلها برضو من البلورة تمام? خد بالك من حاجة. تعالي هنا في الصورة دي. ادي اللنجة. بص كده هجسم الغشاء اللي حوالين اللنجة. هجسم الغشاء اللي هو البلورة. بص كده. ادي البلورة. البلورة لزقة في اللنجة. لزقة فيها كده من برد. بص بعد كده البلورة هتعمل ايه? هتلف حوالين نفسها كده. وتعمل كده وترجع كده. يعني البلورة بقت كم طبقة الوقت? طبقة ولا اتنين? طبقتين. طب الطبقة اللي بره دي هتبقى لزقة في مين? هتبقى لزقة في الضلوع. يعني هتبقى لزقة في الصوراسي كون. صح كده? ما بين الطبقتين اللي في النص ده ايه? ده سبيس. ده سبيس كده هوت ما بين الاتنين. تمام? طيب بركز معايا بقى. الطبقة اللي جوه دي اسمها ايه? اسمها فيسرال بلورة. فيسرال جاية من كلمة فيسرال. لان هي لزقة في اللانج واللانج دي فيسرال. الطبقة اللي برا دي هسميها ايه? براية براية بالورة. طب افتك Duruk baku. بتاعتنا اللي هي الس weapon. هي اجاد من البسرال ولا البراية للبلورة? هيجادها من الفسرال. لان الفسرال هي اللي تعتبر جزء من Whoan. طب Gente اللي تأجدك المونه بروكين طب التلعاة اللي instructed ان ايه في الضلوعء. يبقى بتعتبر جزء من السراسي كولي. يبقى هاد روح للمجموعات بتاع السراسي كولي اللي خدناها في الأول. يبقى لو سألتك التركيو Bromcal lenfino rollot. هيجيرها يجيلها الافرينت منين? بتقول لي جايلها من التراكية والبرونكال واللنج والبسرة الجدورة بس. ده الاساس بتاعها. بيجيلها حاجة تانية قوة بيجيلها. بيجيلها بعض الليمفاتيكس اللي بتيجي من الهارت. وبعض الليمفاتيكس اللي بتيجي من الاوسوفيجس. وبعض الليمفاتيكس اللي بتيجي من الساينس جلان. طبعا احنا وإحنا بنتكلم مثلا كمثال على الاوسوفيجس من شوية. قلنا ان الاوسوفيجس بيروح لي مين? ده معظمه. معظم اجزاء لكن في اجزاء صغيرة منه. هتروح لمين? وهكزا وهارتا اجزاء صغيرة وهكزا اجزاء صغيرة. لكن لو عايز الاساس تراكيو برون كالنفنوز بيجي لها افرنت من السطر الاولاني ده. تمام? طيب بقى الافرنت بتاعها بيروح لمين? التراكيو برون كالنفنوز هتطلع الافرنت المين? هتودي لده اللي كل ما نتزنق نقوله. اللي هو مين? البرونكوميدياستايل الليمف ترونك اللي بيجمع الليمف بتاع السوركسو كوندو. قال القوان بقى دلوقتي ان احنا نقول ايه هو البرونكوميدياستايل الليمف ترونك? بيتكون ازاي البرونكوميدياستايل الليمف ترونك ده? ده مكون من اتحاد ثلاث حاجات. مكون من اتحاد ايه? نرجع مع بعض. فاكرين البرونكوميدياستايل الليمف اللي كانت هنا. ادي اول جروب عايزها. فاكرين الانتيروميدياستاينل او البريكيوسي فالك لينف نودز. اللي كانت قدام فوق البريكيوسي فالك فين? ولسه احنا قايلين ده ملحقناش ننسا اللي هي التراكيوبرونكيال لينف نودز. هاتلي التلات مجموعات دول. يطلع من كل مجموعة من دول مجموعة من لينفاتيكس عاملة افرنت. تتجمع كل اللينفاتيكس من التلاتة دول مع بعض يعملولي انبوبة جديدة. الانبوبة جديدة اللي تكونت ده هي اللي بتجمع اللينف بتاع السوركس كولاي. اسمها ايه انبوبة دي? بورونكو ميدياسطينال لينف ترونك. جميلة. تعاه الاولي في الصورة اللي تحت دي. واركز فيها كويس قوي. مين الفين ومين الفين ده? ومين الفين ده? وبصحب كلبيان وصعب كلبيان يمين وشمال? مين الفين اللي اتكون من الاتحاد他? يمين وشمال? بس احنا للصناة والمفروض ده يكمل وده يكمل يتحده يعمله هنا مين؟ سوفيريور فينا كيفا تمام؟ بص عايزك تركز في المنطقة دي ايه دي؟ دي الزاوية اللي بيتكون عندها بداية البريكيوسيفاليك فيه فاكر من شوية لما قرتك الأنبوبة الخضرة الطويلة اللي تيجي من تحت دي كان اسمها ايه؟ كان اسمها سوراسك ضغط فين هنا السوراسك ضغط في الصورة دي؟ السوراسك ضغط هنا انا ملونها بالنون الأحمر ايه يبقى دي السوراسك ضغط تمام؟ خد منك السوراسك ضغط طويلة انا جاي لاخر جزء فيها بس مين الأنبوبة اللي زيها نحن التانية دي جبت ايه؟ سريتها من شوية كان اسمها راية لمفاتك ضغط يبقى سواء السوراسك ضغط او الراية لمفاتك ضغط بيصبوا فين؟ نهايتهم فين؟ نهايتهم عند بداية البريكيوسيفاليك فين؟ بيصبوا في المنطقة تمام؟ طب ايه بقى الأنبوبة السورة اللي انا رسمتها دي هنا وهنا؟ مين الأنبوبة السورة دي مين والشمال دي؟ البرونكوميدياستيناه اللي انا بتكلم عليه الطبعا الاتنين زي بعض اليمين والشمال امسك واحد كده ويقول فكريته يبقى التانية زي Dz اتح motivo مع بعض عمله دي اللي هي مين؟ البرونكوميدياستيناه اللي كانت ضغط في الاخر حجم ال2 يا اما هيصب هنا في السراسك ضقت وهنا في الراية تنفاتي ضقت فاهمين اصلي يعني الانبوبة السودة inflab تصب في الانبوبة الحامل دا الاحتمال اللي بيحصل افضل يا اما احتمال تاني اقل هو اللي يحصل ان الانبوبة السودة تلف كده لوحده وتصب هنا زي السراسك ضقت او تصب هنا زي الراية في زجاج اللي bit seventy dezay تهمنا دلوقتي البرونكوميدياستاينال ليمفترونك بيعمل ايه? حتى عم سؤال فيها? هي فكرتها هتبان اكتر كمان شوية ان شاء الله. طيب. دي سامري. يعني هو تجميع لللي فات. يعني كل الجروفز بتاعة الليمفنوتز الباراستيرنال بستيرو الانتركوستال دايا فراجماتيك بريكيو سيفاليك بستيرو ميدياستاينال تروكيو برونكيال كل واحدة بتصب فيه. تمام? طيب. هتقولي بقى يا شباب هنا هو فكرة الليمفاتيك باقت. لاحظتوا ان انا اتكلمت عن حاجة اسمها سوراسك باقت. وحاجة اسمها رايك الليمفاتيك باقت. ايه الفكرة بتاعتكم? حول الكلام بصورة طبعا احنا تفهمنا خلاص الصورة دي. ادي الانترنال جاجولار فين. ادي سبكيليبيان فين. ادي بريكيو سيفاليك بين اليمين والشمال. ادي السوبيلور فينكيبة. ادي الانبوبة الخضر اللي جاية من تحت ناحية الشمال. ادي السوراسك باقت. السوراسك باقت. هتيجي تصب هنا اهو. ادي الانبوبة اللي جاية من ناحية اليمين اللي هي الرايت لمفاتيك باقت. هتصب في نفس المكان. الناحية التانية. السوراسك باقت دي طولها كام? طولها خمسة واربعين سانتي. الرايت لمفاتيك باقت دي طولها بدي ايه طولها سنتي واحد. هي دي بس. عايزين نعرف كل واحدة من دول وظيفتها ايه وبتتكوني ازاي. في السلايد الجاي هابدأ بالسهلة. اللي هي الريت لينفاتيك داكت. بصوا بقى يا شباب ابدأوا من الصورة اللي تحت دي. الوظيفة الاساسية بتاع الريت لينفاتيك داكت والسوراسيك داكت ان هما يجمعوا اللمف من الجسم بالكامل. يعني الفيت النهائي بتاع اللمف بتاع جسم كله ان هو يتجمع. يا اما في السوراسيك داكت يا اما في الرائت للمفاتيك داكت. اللي متلون بالاصفر دا ابزاء الجسم دي كلها. دي اللي بتجمع اللمف بتاعها ترميف مين؟ في السوراسيك داكت. اما الجزء الاسرة دا فبيودي اللمف بتاعه اللمين؟ للرائت لينفاتيك 박ت. عايزين ترجمة. نترجم الكلام ده ازاي? الريت لينفاتيك بيتمع الليمف من الريت upper limb. right half of thorax. النص اليمين من thorax. right half of hidden link. بس. مع عادة ذلك باقي اجزاء الجسم كلها بتجمع الليمف في مين? في thoracic duct. تمام? طب عايزين نترجم برضو thoracic duct ما عاليش. احنا قلنا ده كلا. right lymphatic والباقي thoracic. الترجم لل thoracic. both lower limbs. بتروح لل thoracic duct. abdomen and the pelvis. البطن والحوض بيروحوا لل thoracic duct. left half of thorax. بتروح لل thoracic duct. left upper limb. بيروح لل thoracic duct. left half of hidden neck. بيروح لل thoracic duct. مفهومة دلوقتي? تعالي نمسك الاول ازاي من منطقة الزرقة دي بتتجمع كلها في راية المفاتيك اللي طلعة سنتي دي. دي بتحصل ازاي دي? قال لك بسيطة. تعالي هنا على الصورة دي. دي الراية المفاتيك. بص الراية المفاتيك داكت دي هتتكون ازاي? هيجيلها من هنا انبوبة. الانبوبة الخضرة دي. هتصب فيها. الانبوبة دي عارفين مين? دي البرونكوميدياستاينة الليمفترونك اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية. فاكرينه? طب البرونكوميدياستاينة الرايخ كان مقامل من اتحاد ايه? 3 حاجات معا ب compute صح الكلام? البرونكوميدياستاينة الليمفットرونك دا بيجيب لي لنف منين. بيجمع الليمف بتاع الصورةكس كله صح الكلام. بس هل هاتجمع الليمف بتاع الصورةكس كله يمين وش ملية؟ ما هو في بروكوميدياستاينة الليمف الترك زيليو الناحية التانية هنا اهو يبقى دواد بيجمع لي الليمف بتاع النص اليمين بتاع الصورةكس. تمام؟ نفس الفكرة الأنبوبة دي لن أقضى. طباً الانبوبة دي ستبقى جاية من الهد والنك. يبقى بتجمع للمف بتاع الهد والنك كله أم نص اليمين? النص اليمين بتاع الهد والنك. طب الانبوبة دي اسمها ايه? دي اسمها كلمة لمف tronk دي سبتة دايماً. يبقى ده برضه لمف ده هيبقى اسم اليمين يج благه? يبقى اسم اليمين لي جبcampه. ده هيبقى اسم اليمين الي جنبه ده? يبقى اسم اليمين يبقى اسم اليمين ترونك ده ايه DDR mãe o searches isd anti jugular lymph trunk هو اللي بيجمع لي bil exatamentewatch بتاع النص اليمين وتاع الهدو النجت. طيب جميل جدا. حد لى بقى الانبوبة التالتة الخضرة دي جاية من هنا. طب الانبوبة دي جاية من اين؟ جاية من اليت Virata ly James. اليت gps family. بجمعاني correlations كله بتاع الابرلم. طب مين الفين اللي جنبها ده? يبقى اسمي الانبوبة دي ايه? خدت بانك هنا بقى عندي تلاتة لنفترنك يستقابلوا مع بعض اللي هم مين? راية سبكليبيان لنفترنك. راية جوجولا لنفترنك. راية برونكوميديا ستايلة لنفترنك. يقوم التلاتة لما يتقابلوا مع بعض التلاتة الحضري دول هم اللي هيعملوا الانبوبة السودة دي. يبقى عشان كده الراية لنفترنك قصيرة جدا هي صمتي بس. هي مكونة من اتحاد الايه? التلاتة لنفترنك اللي قلنا عليها. والتلاتة لنفترنك جايبين لي منين? جايبين لي من نص الرأس اليمين والرقبة? جايبين لي من القبر لمب اليمين? جايبين لي من نص السوركس اليمين? يبقى بالتالي طلعنا بالنتيجة دي في الاخر ان الراية لنفترنك هتجمع من منطقة الزرق دي كلها. وصلت? بل فيها حاجة صعبة. طيب. باية اجزاء الجسم كلها بقى هتجي منين? هتروح لفين? هتروح للسوركس دكت. كده الراية لنفترنك دكت. اللي جاي بقى كله سوركس دكت. بص دي اول حاجة سوركس دكت بتبتدي من هنا. ادي بداية السورك دكت عند الحط الملاقبة ده. بصوا يا شباب على البرتبرال كولم. على العمود الفقري. شايفوا الضلع اللي انا بشاور عليه ده? ده. الضلع ده فيه ضلعة تحتي في الصورة? ده الضلع الاخير يبقى رقم كامل? لا ابدال لالاخير رقم كامل? انت كم الضلع? اتناشر? يبقى ها الضلع رقم اتناشر. يبقى البرتبرال اللي ماسك فيها الضلع اتناشر دي هتبقى رقم كامل? هتبقى تي 12. الفكرة الزهرية رقم 12. الاخيرة. يبقى الفكرة اللي تحتيها دي اللي هي اول واحدة مش ماسك فيها ضلوة. هتبقى دي الفكرة القطنية رقم واحد. اللي هي فكرة البطن رقم واحد. ما علينا. انا عايز دي. عايز تي 12. طب شايف تحت انا هو تيمكن مش هتبقى باينة في الصورة. انا محتاجة اسملكوا عليها عشان اوضحاتكم. بص كده. شايف الجزء الاخبر اللي تحت ده. هنفخو لك كده. وعشان اللي بان ان هو منفوخ. لكن بص الصراسك ده تعمل ازاي? من اول هنا رفيعة. يبقى الجزء اللي انا بشاور عليه عند تي 12 الحط الاسود ده هو بداية الصراسك ده. بتبتدي من اين? بتبتدي من الكيس المنفوخ ده. طب الكيس ده اسمه ايه? احفظ اسمه. اسمه سسترنا كايلي. سسترنا كايلي. طب السسترنا كايلي ده موجودة تحت مستوى تي 12. يعني موجودة في البضل. وظيفتها ايه? وظيفتها تجمع لي الليمف من النص التحتاني من الجسم. يعني الليمف اللي جاي من الليمف اللي جاي من الابدومن والبلبس بيتجمع في الاخر جوه الايه? جوه السسترنا كايلي دي. طب بما ان السسترنا كايلي هي لما تنتهي تديني الصراسك بكت يبقى معنا كده ان من البداية الصراسك بكت مستقبلة ايه? مستقبلة الليمف اللي جاي من النص التحتاني. من الابدومن والبلبس. هنا ما تقوليش يمين ولا شمال. هي واحدة كله من السستر ناكايد. تمام? طيب. ايه اللي بتبتدي عنده سراسك ضغط? اي حاجة فيها ارقامه مهمة. خصوصا في الام سيكوية. الليبت بتاعها كم? تمام? طولة السراسك ضغطة ايه? طولها 45 سنتي. شكلها عامل ازاي? لو انت نظرت كويس من عندك هتشوف ان شكلها بيدت. يعني ايه بيدت دي? يعني مش مستقيمة كده. تتحس انها محببة. عاملة كده هده. عاملة زي السبحة كده. تمام? ليه? عشان جواها بيبقى فيه بلبس. سمامات تحت بعضها. ليه? عشان تعمل لللمف من تحت الفور. يجي اللمف يرجع في الاتجاه العكسي بالجاذبية ينقل السمامات دي قفلتها ليه? عشان مع طولها الكيبير ده 45 سنتي اللمف ممكن يرجع. عشان كده جواها بيبقى فيه ايه? سمامات. تمام? طالب. هاتلي رأي دي نفس الصورة اللي فاتت بس هنزود عليها الاتي. انا هجيلك هنا هوة عند مستوة 12 ارسم الارجن ده. مين الارجن ده? الديافرام. ما هو الديافرام موجود ما بين السوركس والابدومن. يعني موجود عند نهاية السوركس مع اخر ضلع. يبقى ده الديافرام. فتبصيني هنا على السستيرنا قايلة دي. دي اتفاقنا سستيرنا قايلة. يبقى البداية بتاعة السوراسك ضبط فيه جزء صغير جدا كان موجود في الابدومن قبل ما يعدي من الديافرام ويدخل على مين? على السوركس. صح الكلام? طيب. عشان السوراسك ضبط تدخل على السوركس من الابدومن. مش لازم تعدي في الديافرام? هتعدي منه ازاي? هتخرمه? تعملوا بيرسنج? قال لي لا. ده هو الديافرام الحمد لله خلت ربنا في المنطقة دي بيبقى فيه فتحة. وظيفتها ايه الفتحة دي? انا عندي شريان جاي من هنا اسمه ايه ده? اوارتا. اسمه دي السننج وسوراسك اوارتا. انا عايز اينزله بعد كده على الايه? على الابدومن. يبقى اسمه ايه هنا في الابدومن? اوارتا. يبقى لازم يلاقي فتحة هنا موجودة في الديافرام. طب الفتحة بتاعة الاورتا دي. هتتسمى ايه? اسمها على اسمه. يبقى اسمها اوارتك اوبنينج او ديافرام. سهل كده? يقوم السوراسك ضغط وهي داخلة من السوركس اللي قدومن تدقي الفتحة دي قدامها طبيعي. تقوم معدية منها. يبقى ده سؤال ام سي كيو. اني فتحة في الديافرام بيعدي فيها السوراسك ضغط. اوارتك اوبنينج او ديافرام مع الاورتا. تمام? طب نفس فكرة الصورة دي هتهالي جامل. ادي كده الصوراسك ضغط هي الحضرة دي. ادي الديافرام هوت. ادي الصوراسك ضغط معدية من هنا. دي الفتحة بتاعة الاورتا. بس الفتحة دي مستخبية الوارة. ما تعرفش تشوفها في الصورة دي. بص بقى. ده الاورتا. وما الايه لازرق دا? ايه البين لازرق دا? ده بين اسمه ازايجس بين. ازايجس بين. مهم اوي النقطة دي. الصوراسك ضغط وهي جاية من الابدو من الصورة. ومعدية في في البداية بتبقى محشورة ما بين اتنين. ايه هما? الاورتة على شمال الصورة الضغط. والازايجس بين على يمين الصورة الضغط. جميل. وبعد كده الصورة الضغط هتبتدي تطلع لفوق. طب وهي طالع لفوق كده. مين الانجوبة اللي فوق دي? القصوفيجس. طبعاً هو مقصوص هنا في الصورة. لان القصوفيجس لو مكانه هيبطي على الصورة الضغط. تمام? بص ده. لو تخيلت ان القصوفيجس مكمل في البداية هنا هو بيبقى الصورة الضغط موجودة فين? موجودة على يمين القصوفيجس. يعني وورا بس ناحية اليمين. وكل ما تطلع لفوق كده تبتدي اتميل ناحية الشمال. ليه بتميل ناحية الشمال? ما عايزة تروح للبين الشمال ده. فلازم تاخد ناحية الشمال. تمام? طيب. لغاية موصل عند مستوى تي خمسة. مش دي تي اتناشر? يبقى دي احداشرة عشرة تسعة تمانية سبعة ستة خمسة. ده مستوى تي خمسة. ايه اللي بيحصل في المنطقة دي? هاجي القصوفيجس انا هرسمه. ده القصوفيجس. بعد ما كانت الصورة الضغط في البداية هنا تعتبر على يمين القصوفيجس عند تي خمسة هتبقى فين? هتيجي على شمال القصوفيجس. وبعد كده هتكمل وتصب في الانجل اللي احنا قلنا عليها بتاعت البنز دي عند مستوى كام? عند مستوى سي سبعة. هتبقى عارف يعني سي سبعة? يعني السيروبيكال فرتبرا رقم سبعة اللي هي اخر سيروبيكال فرتبرا. اخر فاكرة من فقرات الرقم. يبقى انا عندي هنا تلاتة مهمين جدا في الامتحان وبرضو في الامسي تي وفي العمل. ايه هم التلاتة دول? تي اتناشر. تي خمسة سي سبعة. تي اتناشر دقيقه برضو. ده المستوى اللي بتعدي فيه في الاورتك اوبننج اف دايافرام. تي خمسة دقيقه? ده اللي بيحصل عنده الكروسنج للسوراسيك ضاقت. بعد ما كانت عالة يمين الاوسوفيجس تبقى على شمال الايه? الاوسوفيجس. وده اهمهم كمان سي سبعة اللي هو الليفل بتاع ايه? بتاع الترمينيشن. اف سوراسيك ضاقت. جوه مين? جوه بريكيوسيفاليك بين. تمام? طيب. طبعا دي صورة يعني دي ما فيهاش تفاصيل. اه هو نفس السوراسيك ضاقت اهي. بتصوبه في الانجل دي. ودي الرايك المفتل با. دي اشاعة بتبين لشكل السوراسيك ضاقت. ده سايد بيو. وده فرانت بيو. اهي. الانجوبة المعراجة دي هي السوراسيك ضاقت. ودي الانجل اللي بتعملها او اللفة اللي بتعملها في الاخر. واجي شكلها من عالجب. وطبعا في الطبيعي المفروض الاشاعة ما بتبينش السوراسيك ضاقت. الليمفاتيك سيستم طبيعي ما بيبانش في الاشاعة العادية. لازم عشان اشوفها بالمنظر ده. استعمل نوع معين من السبغة. بتتاخد انترابينس. والسبغة دي هي اللي تبين لشكل ايه? بالسوراسيك ضاقت كده. بعد كده بيقول لي ايه التريبيوترز او فوراسيك ضاقت. ايه الحاجات اللي بتصفل في السوراسيك ضاقت يا شبابي. ما بداي ايه كان احنا قلنا خلاص المنطقة السفرة دي هي المنطقة اللي بتجمع الليمف للسوراسيك ضاقت. اللي هي اللور ليمبس والأبدوم والبلبس والنص الشمال من السوراسيك والليفت عبر لمب والليفت عبر لمب والليفت هاف اف اد عن بينك. تمام? طيب. يعني طبعا انتو فاهمين الفاكرة دي يعني مش عارفة انا مفروض اقولها تاني وانا لا. نقولها تاني. بص كده معنا. دي الريف انفاتيك ضاقت انت عرفت ان هي مكونة من اتحاد التلت انابيب دول. تمام? نفس الفكرة هنا في السوراسيك ضاقت. ادي السوراسيك ضاقت. هيجيلها هنا ثلاث انابيب. الانبوبا دي مين? ليفت برونكوميديا ستاينال ليمف ترانك. بتاعت السوركس. الانبوبا دي مين? ليفت صابكليبيان ليمف ترانك بتاعت الابر ليب. الانبوبا دي مين? ليفت جوجلر ليمف ترانك. بس هنا في فرق جوهري بين الاثنين. بين الناحيتين. حد عارفوا ايه هو? ايه هو الفرق ده. ان التلت انابيب دول ناحية اليمين هم اللي بيكونوا لكن ال 3 انابيض دول ناحية الشمال مش همه اللي بيعمله الفراسك ضبط صراسك ضبط موجودة من الاول بدقه من تحت ومن هنا بيعمله ايه بيسبه فيها مش بيكونوها بيسبه فيها تمام? يبقى دي بتاعي الصراسك ضبط يبقى دي الحاجات اللي بتسبه في الصراسك ضبط زي اتنين كمان الي بيسبو فيها السستيرناتاولي اللي هو جاي من تحت يعيب لقى الليم في منص التحتاني هنا بقى تلاقي السسترنة قيلة كتبك ايه تحتيها? كتبك سطرين. كتبك ان السسترنة قيلة دي مكونة من اتحاد ورايد اندليفت لامبر لنفترنك ورايد اندليفت انتستاينال لنفترنك. ايه دول بقى? دول مش مكانه من النهاردة في المحاضرة. ما تاخد المحاضرة دي ان شاء الله تدرس السسترنة قيلة دي بالتفصيل? هتعرف ايه دول. وساعتها هتبقى انت مطالب انك تكتدي دول في محاضرية تانى بقى. لو جاء السؤال في ايه? في نهاية البلوك. تمام? بس كده. ادي كده الايه? الثراسك بقت. قبل ما ادخل عالجزء التاني يا شباب في المحاضرة اللي هو الاسبلين. عندي بس كده ايه? سبتكلم فيها عن اسمه. اللي هي الغدة التينوسية بتبقى موجودة في المنطقة دي. تمام? طبعا دي غدة بتبقى موجودة في الاطفال. وتبتدي تتبر في الحجم اللي غاية ما اوصل للبيوبريتي. وبعد كده بيحصلها ايه? بعد البيوبريتي يا صلها? ادخل. فأتبقى بس منها بعض البقايا. موجودة وراء الاسكرنام على طول. تمام? طيب. فانا بتكلم عليها لما بتبقى موجودة. البوزيشن بتاعها يبقى موجود فين? بص كده في الصورة دي. واحنا فاهمانا. السايمس موجودة في المنطقة دي. وراء المانوبريام على طول. يبقى في انه ميدياستاينام. بس في اجزاء من انها صغيرة بتنزل هنا على الازرق ده. على الانتيلور ميدياستاينام. وفي جزء صغير بيطلع هنا على مين? على النت. لكن الجزء الكبير هيبقى موجود فين? هيبقى موجود في السوبيليور ميدياستاينام. وهي على فكرة يعني اول ما تكسر الاسكرنام على طول هي لازقى وراء. لازقى بضهر الاسكرنام. طيب. بص كده على الصورة بتاعينها هنا. هتلاقي ان هي مكونة من مكونة من فصيني. فصينين وفص شمال. فايل جميل قوي. مين الفين ده? صب كليبيان فين. يبقى مين الارتري اللي شبه اللي كويه ده? صب كليبيان ارتري مين وشمال. بص بقى الصب كليبيان ارتري نازل منه فرع. قالي الفرع ده والفرع زيه الناحية التانية. الفرع دي اسمهم عدة علينا من شوية. مين اللي قدام الفايمس في المنطقة دي? الاستيرنام. يبقى دول التو ارتري اللي موجودين على جناب الاستيرنام. كان اسمهم ايه? او انترنال ثوراسك. فيقوم الانترنال مامري ارتري يلاقي نفسه جنب الصايمس جلان. تقوم تاخد منه. يبقى لو سألتك مين الارتري اللي بيغزي الصايمس جلان دي تقول لي مين? انترنال ثوراسك ارتري. طيب مين الفين اللي بياخد منها الدم? برضو انترنال ثوراسك فين. جنب الارتري ده في فين شارعه وكده ماشي جنبه ازرق اسمه ايه? انترنال ثوراسك فين? اخر معلومة ايه هو الليمفاتيك دوريناتش بتاع الصايمس جلان. الصايمس جلان ده هي ليمفويت تيشو. ملحاش افرنت ليمفاتيك. مش بتستعبن من حاجة. لكن لها افرنت. الافرنت بتاعها بيروح لمين? للبارسترنال تراكيو برونكيال يعني بيروح لتلاتة دول بيعملوا ايه مع بعض? حد فاكر? التلاتة دول مع بعض بيتحدوا يعملوا ايه? يبقى لو سألتك ايه بتاع الصايمس? تقولي بتروح للتلاتة اللي بيعملوا اللي هم مين? بارسترنال تراكيو برونكيال هنا بقى مثال اسئلة عملي على المنطقة دي بتاع الصراسك ضغط والرايت الفاتح ضغط. ممكن اجيب لك صورة زي دي. اشاور لك على دي مسلا اقولك ايه ايه ايدنتفاي. بقى دي الصراسك ضغط. اشاور على دي ايدنتفاي. بس استرنة قايلي. وبعد ما اقولك ايدنتفاي. اعجيك سؤال نظري عليه. mention its length. mention the site of its beginning. mention the level of its termination. mention two or three of its distributors. وهكذا. تمام? طيب. هنا ده بلاستيك موديل. احنا اتفقنا ان length notes في امتحان العملي بتيجي صور. معادة العينة الوحيدة اللي ممكن بتيجي عندنا. بتي عينة بلاستيك موديل. نفس الصورة قدامكم بالضبط. بعد ما انخلص انا سيبها لكوا بصوا عليها زي الصورة بالضبط. دي ممكن اجيبها لك في الامتحان كده بلاستيك. واعلم لك ساهمة على المنطقة اللي انا عايزها. طب ايه اللي انا بيعوزه بقى في العينة دي? ايه اللي انا بيعوزه في العينة دي? موصل لي كده في الصورة? هعوز دي. مين دي? او دي. مين دي? مين دي? طالما دي الانجل اللي ما بين زينا هوك? يبقى دي بتصب هنا في الانجل. يبقى دي سراسك ضغط. يبقى العينة البلاستيك الطويلة العريضة دي تيجي في الامتحان عشان مين? عشان السراسك ضغط والراية لمفاتيك ضغط. ده فيما يخص محاضرتنا النهاردة. لكن ممكن يجي عليها حاجات في المحاضرة الجاية. ممكن ايش هور لك على الليم في نوبز اللي موجودة هنا في اللوار لم. فانت مع الدكتور خالد ان شاء الله هيوري لك الجزء المطلوب برضو منه في البلاستيك مو ده. هو نفس البلاستيك مو دل بس عربتوا شوية. ادي الراية لمفاتيك ضغط و ادي السراسك ضغط. الصورة دي سيبكم انها محطوطها تفاصيل كثيرة قوي محطوطها بس كده ايه مانزر. انا عايز بس السراسك ضغط او الايه? الراية لمفاتيك ضغط. نجني. ندخل بقى الوقت في الجزء الثاني. اللي هو الارجان الثاني اللي هو الايه?